بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند بالتأكيد خلاص بنتكلم في مرحلة مختلفة وفترة جديدة خلال الفترة القادمة استعداد لبطولة دور أبطال إفريقيا الأهلي بالتأكيد حامل اللقب في آخر نسختين وخلال الساعات القادمة بيستعد لي مباراة الهلال السوداني المباراة إن شاء الله هتجمع الفريقين يوم الجمعة القادم الساعة السالسة عصرا بتوقيت القاهرة النهاردة أولى التدريبات عقب العودة من أبو ظابي يمكن الفريق خاد راحة سلبية 48 ساعة خلاص بقى نيف الكتاب وصفحة البطولة كأس العالم للأندية وفترة الأجندة الدولية ويبدأ تركزنا على معترق دور أبطال إفريقيا واستئناها في المصابقة المحلية خلال الفترة اللي جاية في زحمة مطشاط وفي كلام كتير جدا خلال المرحلة القادمة لذلك في حالة النهاردة كل تركزنا هيكون على المرحلة القادمة الخاصة بالنادي الأهلي والسفر والاستعداد لمباراة الهلال السوداني غدا إن شاء الله لأن المباراة خلاص بنتكلم في أربع أيام يعني عدد أوليل جدا من الأيام في ظل طبعا ضغط مطشاط وفترة راحة جهاز الفن بالتأكيد عايز يديها للعيبة في الفترة اللي جاية مع توالي المباراة فكان الله في عوني جهاز الفن واللعيبة في ضغط المباراة خلال الفترة القادمة لكن نبدأ بقى نسخل للفترة اللي جاية ونبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم فترة جاية عندنا مباراة الأجندة الدولية كمان مرحلة الدور الفاصل تصفيات كأس العالم فعايز أعرف من كل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا في هذه اللحظات من اللعيبة اللي ممكن تتوقع انضمامها من النادي الأهلي لمنتخبنا الوطني استعدادا لمباراة السنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم مرحلة الدور الفاصل شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخير هستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات لكن بسرعة كده نروح لأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يبدأ الاستعداد لمواجهة الهلال السوداني وكمان البعثة تطير غدل للخرطوم برئاسة العمري فاروق وأخيرا جهاز المنتخب ينتظر تحديد المواعيد النهائية لمباراتي السنغال يمكن الأهلي خلال هذا الأسبوع كان عنده مرحلتين استطلاع هلال السعودي ويوم الجمعة القادم استطلاع الهلال السوداني نجحنا في المباراة الأولى نتمنى التوفيق في المباراة الثانية إن شاء الله يوم الجمعة القادم طيب مباراة اليوم في الدوري المصري في مباراة أقيمت حوالي الساعة 3 العصر وانتهت منذ قليل وشهدت هذه المباراة عادل إيجابي بين غزل المحلة والمقاولون العرب طيب الساعة 5 ونص يمكن بعد أقل من نصف ساعة سموحة يستضيف الزمالك في استاد برج العرب كانت المباراة تلاقي في استاد الأسكندرية لكن من خلال طلب لنادي سموحة والكابتن أحمد سامي تم نقل المباراة إلى استاد برج العرب بسبب عدم صلاحية استاد الأسكندرية لإستضافة هذه المباراة نروح لمباراة الدوري الإنجليزي النهاردة الساعة 10 وربع مساء منشستر يونيتد يستضيف برايتون ومباراة دوري أبطال أوروبا ونبدأ بقى كمان متابعة الدوريات الأوروبية القوية سبونت جريشبورنا النهاردة الساعة 10 مساء بيستضيف منشستر سيتي ولقاء القمة باريس سان جرمان في ملعب حديقة الأمراء بيستضيف في ريال مدريد النادي الملك مباراة قوية جدا خمسة ونص سموحة والزمالك والساعة 10 مساء باريس سان جرمان وريال مدريد أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ أولى فقراتنا برنامج ترند وتحديدا فقرات ترند الترند وعندنا أخبار وكواليس مهمة جدا بخصوص الاستعداد لمباراة الهلال السوداني أهلا بحضراتكم من جديد وفقرات ترند الترند النهاردة عندنا موضوعين مهمين جدا أول موضوع متعلق باتحاد الكورة النهاردة خلاص بعد أقل من حوالي شهر أو شهر ونص بعد انتخاب مجلس إدارة جديد ونتيجة طبعا زحمة المتشاط الفترة الأخيرة وارتباط المنتخب بمنافسات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون فما كانش فيه فرصة لمجلس إدارة اتحاد الكورة الجديد برئاسة الأستاذ جمال علام يعقد اجتماعات لبحث المرحلة القادمة وآخر التفاصيل الخاصة بتطوير مسابقات الناشئين الاهتمام بالكورة النسائية بحث موقف المنتخبات الوطنية الدوري المصري والكاس والاجتماعات مع الربطة كل ده هيبدأ بقى من النهاردة لأنه فيه اجتماع جاري في هذه اللحظات وانا معاكم على الهواء مباشرة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكورة القادمة برئاسة الأستاذ جمال علام يمكن عندهم منقشة لتقرير المدير الفني البرتغالي كارلوس ساكيروش لمنتخبنا الوطني تقرير فني بقى شامل ووافي بكل الاستعدادات الجارية في الفترة القادمة قبل مباراة السنغال في التصفيات الإفريقية الدوري الفاصل والحاسم المؤهل لكأس العالم فكرة بقى الدوري يتوقف الأندية الإفريقية عندها أو الأندية المصرية عندها مباريات رسمية في المسابقات الإفريقية كل دي أمور ببتاكد يبقى فيها صعوبة أن المنتخب يعمل معسكر قبل الفترة هذه في المرحلة القادمة بسبب طبعا أن في مباراة للأهل والزمالك والبرامدز والمصري في دوري أبطال إفريقية الشيء المهم وأنا بختم الكلام على اتحاد الكورة كمان من ضمن الأمور اللي هتتناقش التشكيل الجديد للجنة الحكام في الفترة القادمة ويمكن وانا على الهواء مباشرة قبل ما يطلع أي قرار أتمنى في الفترة الحالية يكون فيه قرار مهم جدا بالنسبة لهذه اللجنة لأن دي اللجنة اللي هتقود الموسم بالكامل فإذا ما غيرتش دلوقتي أو ما عدلتش دلوقتي مش هتغير تاني خلال الفترة اللي جاية بالنسبة له لجنة الحكام لأن ده اللجنة الوحيدة اللي كان دايما فيه مشاكل بتصار حواليها بسبب الأخطاء التحكمية الكبيرة جدا والشغل المميز لربطة الأندية اللي كانت بتعمله كان دايما معظم الأخطاء التحكمية من لجنة الحكام كانت هي بقى النقطة اللي كانت بتسبب مشاكل فيه الدور المصري في الفترة السابقة فالاتحاد الحالي برئاسة أستاذ جمال العلامة عنده فرصة تاريخية وزهبية أن يجري تعديل أو إعادة هيكلة وتشكيل لجنة الحكام في الفترة اللي جاي على مدار الحلقة هنحاول نشوف أبرز القرارات إذا الاجتماع انتهى وإحنا معاكم على الهواء مباشرة طيب النادي الأهلي بدأ العد التنازلي والاستعداد بشكل قوي من النهاردة لمباراة الهلال السوداني الفريق رجع من أبو ظبي خد راحة 48 ساعة وكانت فرصة أن الفريق رايح بس يومين كده عشان يلتقط الأنفاس استعداداً لمباراة الهلال السوداني طيب فرصة طيبة كمان وإحنا نخش في تفاصيل هذه المباراة وكل أخبار الفريق جاهز معايا على الهواء مباشرة من ملعب مختار التتش بالجزيرة الزميل العزيز فاروق صلاح متواجد حالياً في مقر النادي بالجزيرة عشان يدينا آخر أخبار التدريب وعنده تفاصيل كتيرة بخصوص المرحلة اللي جاية لكن قبل كل ده يا فاروق حمد الله على سلامتك يمكن نفتقدنك شوية الفترة اللي فات بسبب الكورونا لكن الحمد لله يعني أنت موجود معنا النهاردة ونبدأ نستعيد معاك النشاط كده ونسمع منك أخبار الآله في الفترة اللي جاية حمد الله على السلام يا فاروق ومساء الخير عليك طبعاً كل التحية للزميل العزيز محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الآلي في كل مكان عايز أقول لك محمد والله محمد القناة وحشيتنا جمهور النادي الآلي وحشنا تكامل يا محمد على المستوى الشخصي وحشتني جداً الله يسلمك فترة الحمد لله عدت على خير تكللت بفوز للأهلي وتتويجه بالبرونزية بطولة كأس الأندية كأس الأعلم للأندية وحصول النادي الآلي على المركز الثالث أقدر أقول لك يا محمد خلاص الأهلي أنت تعرف يا محمد أنت بتطلع من تحدي لتحدي من طموح لطموح النادي الآلي خلاص قفل صفحة الملف وبطولة كأس الأعلم للأندية وتتويجه بالبرونزية الآن ده يا محمد تشوف ملامح لعب للنادي الآلي مش ده الفريق اللي كان متوج منذ أيام قليلة بالمركز الثالث على مستوى أندية العالم خلاص مرحلة صعبة جداً يا محمد تعرف دايماً التحديات بتطلع من بطولة لبطولة ودائماً يا محمد احنا بالنسبة لنا في النادي الآلي وكل من ينتمي للنادي الآلي اللذة يا محمد مش في التتويج بالبطولة هي اللذة بالنسبة لنا أنك سريعاً بتقفل وتحط البطولة داخل المتحف وبتبدأ تحدي جديد لذلك هي استعداد جديد فرحة جديدة بالنسبة للعبين ليست فرحة التتويج ببرونزية كأس العالم ولكن فرحة أننا عندي تحدي جديد غير مصبوب في قرى السمراء يكون هو عنوان النادي الآن أقدر أقول لك النهاردة محمد الفريق استأنف تدريباته وخلاص طبعا بعد الرحل منحه مستر بيتسو موسيماني للعبين عقب العودة من الإمارات تركيز شديد جدا من اللعبين على أهمية مباراة الإلال السوداني كان فيه محاضرة مع مستر بيتسو موسيماني مع اللعبين شدد على أهمية اللقاء من النقاط المهمة برضو محمد لأن فيه نقاط وانت فيه تفاصيل تعرف محمد نحن بحكم نحن عريبين من الأحداث خلال فترة تواجد الفريق في كأس العالم للعندية ووجهته مع فريق مونتيري وفريق بالميراس وأيضا فريق الإلال محلل الأداء موسي وسولمون كانوا شغالين على نقاط القوة والضعف في نادي الإلال السوداني وتابعوا مباراة الإلال السوداني وفريق ماميلو ديسان داونز واللي انتهت بفوز الماميلو ديسان داونز بهدف تيم بأزواني نقاط كتير جدا بتشتغل في أكتر من ملف وأيضا الدور المهم جدا اللي بيقوم بيه كابله مخطط الأحمال وانتعارف الفوارئ البدنية اللي بيبان من لعبة النادي الإلال فأكتر من شق انت بدأت الاستعداد لمباراة الهلال السوداني أثناء تواجدك في الإمارات جهز أكتر من نقاط جميع الفيديوهات الخاصة بفريق الهلال السوداني نهاردة مستر بيتسو موسيماني اتكلم طبعا في الاستعداد النفسي كابتن سادر حافظ كالليه كلام مع اللاعبين ايضا النهاردة محمد كان موجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس قدارة النادي الإلالي وكان حريص انه يكون موجود مع اللاعبين ويوصل رسالته للعبين ان احنا خلاص بنقفل صفحة البرونزية كأس العالم عندنا طنوح جديد الكابتن الخطيب دايما موجود في المعاد موجود انه يكون ساند للعبين وان شاء الله يعني كل التتويج وكل التوفيق للفريق ان شاء الله في البطولة الأفرقية والنادي الإلالي يحقق ان شاء الله البطولة انا موجود معك محمد طبعا فيه اكتر من ملف انت عايز تتكلم فيهم انا موجود معك طيب اول حاجة وده اهم سؤال لان فيه حالة بلبلة على السوشيال ميديا والناس كلها بتتساءل ايمن اشرف خد كارتة احمر في مباراة بالمراس هل الايقاف تبقى للايحة كاس العالم ممكن يسري على مباريات دورة ابطال افريقيا ولا الايقاف ممكن يكون محلي او متعلق بهذه البطولة فقط لو سألت الجهاز الاداري او الكابتن سيد تدينا معلومة مؤكدة في هذا الشهل النهاردة كذا موقع كان بيتكلم في هذا الموضوع نقطة مهمة جدا محمد وفي غاية الاهمية وانا بحقيك على اثارة هذه النقطة هتكلم معك في شقين شق ايمن اشرف وشق ايضا خاص بالمصابين بالنسبة لأيمن اشرف طبعا بعد الحديث مع الكابتن سيد عبدالحفيز تأكد بصورة شبه مؤكدة خلاص ان ايمن اشرف اقافه في كأس العالم الاندية بيسري على اقافه ايضا في مباراة الهلال السوداني وبالتالي ايمن اشرف هيكون خارج باعتة الفريق النادي الالي المتجهة الى السودان لمواجهة الهلال السوداني اقاف ايمن اشرف كان في مباراة الهلال السعودي وايضا مباراة الهلال السوداني عقب مباراة الهلال السوداني هيكون ايمن اشرف موجود مع فريق النادي الالي ده طبعا زي ما اكد لنا الكابتن سيد عبدالحفيز تمام طيب محمد الشناوي بقى والمصابين امكانية لحاق الشناوي بيرستاو طميني كده قبل المباراة الهلال السوداني يعني النهاردة محمد عندنا أخبار سر بالنسبة للعبين المصابين أنا قدر أقولك أن محمد الشيناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي لقلي خلاص بالنسبة للنحية الطبية الأمور كلها أصبحت يعني خلاص التجاوز الكثير من الأمور وأصبح جايز هأكد لك بنسبة وأكد الكابن سيد عبد الحفيز كان لها حديث معاه قبل انطلاق المران بدقائق بسيطة قال بصورة مؤكدة إن شاء الله محمد الشيناوي يكون موجود معنا في مباراة الهلال السوداني والدكتور رحمد أبو عبلا أيضا أكد لي على جاهزية الناحة الطبية لمحمد الشيناوي كابن سيد زي ما قلت لك محمد أكد لي بهذا الأمر أيضا من الأمور المهمة جدا النهاردة بيرسي تاوى محمد بينزل لأرض الملعب يعني بيؤدي بعض اللي هو خلاص في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي بيؤدي بعض التدريبات بالكرة طبعا الدكتور رحمد أبو عبلا أشياء طبعا بالبرنامج اللي أدى بصورة أكثر مرة بيرسي تاوى وأنه كان حريص أن اللعب يكون موجود معهم في الإمارات لإستكمال البرنامج التأهيلي وده اللي نعجل بصرعة عودة بيرسي تاوى أكد لك يا محمد بيرسي تاوى يكون موجود في التدريبات الجمعية عاقب إن شاء الله العودة من السودان يوم الجمعة القادم أيضا يا محمد وإحنا بنتطرق لملف المصابين عايزة أطمنك على أكرم توفيق أكرم توفيق كان موجود النهاردة فيه تدريبات فريق النادلالي طبعا نجتمع مع المعال الدكتور أحمد أبو عبلا والطمن عليه برضو أكد لك أن خلاص أكرم توفيق خلال ثلاثة أيام هيتجه إلى الدوحة لاستكمال ببدء البرنامج التأهيلي الخاص بأكرم توفيق على نفس الصياق يا محمد كان لها حديث مع الدكتور أحمد أبو عبلا كلمنا على عمار حمدي وأيضا الدكتور أحمد أبو عبلا خلال الأيام القادمة هيتجه بصحبة عمار حمدي إلى ألمانيا إن شاء الله لإجراء جراحة الرباط الصليبي لللاعب عمار حمدي اللي إن شاء الله نتمنى له إن شاء الله تكون جراحة نكحة ويعود إلى تدريبات النادلالي ويعود لفريق النادلالي أنا موجود معك يا محمد لو فيها استفسار أو أي تساؤل يعني برضو محمد أكد لك من نقطة مهمة جدا أن الفريق غدا غدا بإذن الله هيقد مرانه في تمام الساعة التساعة والنصف صباحا ثم هيتجه إلى السودان طائرة الفريق إن شاء الله هيكون على متن طائرة خاصة طبعا هيرقص البعث الأستاذ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادلالي هتكون الطائرة إن شاء الله الإقلاع يكون في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القائرة طبعا كل التوفيق لفريق النادلالي في هذه المباراة مباراة مهمة جدا وبداية المشوار الإفريقي يا محمد إن شاء الله في دور المجموعات طيب في أي تفاصيل عندك يا فاروق بخصوص بدر بنون هيسافر الفترة الجاية فترة الراحة ممكن خلاص الرابط تنتهي يبدأ يستعد إمتى للتدريبات والمباراة أقدر أقول لك برضو محمد يعني من النقاط المهمة يعني الدكتور أحمد أبو عبلا لما تكلمنا على بدر بنون وأيضا صلاح محسن في هذا الصياق صلاح محسن النهاردة طبعا كان موجود وفيه بعض اللي تم إجراء بعض الأشعة للإطنان على العملية الجراحية اللي تم إجراءها لصلاح محسن أيضا بدر بنون دكتور أحمد أبو عبلا قال لي فيه بعض الفحوصات بنتابعها بنتابع البرنامج الموضوع وطبعا هو ماشي على بروتوكول موضوع من الدكتور أحمد أبو عبلا خلال الفترة القادمة طبعا هتتضح الصورة بشبه يعني الصورة بالنسبة كبيرة جدا لبدر بنون وأقدر أكد لك أن إن شاء الله أنه خلال الفترة القادمة يكون موجود مع فريق النادر ألي فترة بتتجاوز محمد يعني من أسبوعين لثلاث أسابيع إن شاء الله يكون موجود بإذن الله بدر بنون مع فريق النادر ألي يا رب إن شاء الله محمد عبد المنعم النهاردة في التدريبات الجماعية كل اللعبة كانت بتشارك بشكل أساسي في المنتخب هتبدأ النهاردة تدريبات الجماعية ولا برضو واخذين راحة النهاردة من المراني الجماعي لا يا محمد اللعبة كلها محمد عبد المنعم عمر السلية حمد فتحي يا علي معلول كل اللعبين اللعبة النادر ألي وطار محمد طار حسين الشحات كل اللعبين النهاردة خلاص انت عارف محمد اللعيبة نفسها خلاص محمد عبد الميني محب من اللعيبة محمد اللي اتربى في جدران للنادي الآلي من قطاع النشئين خلاص عارف قيمة الوقت مش عايز اتكلم في الانسجام يا محمد لان محمد عبد الميني مش غريب على لعبة النادي الآلي ولا غريب على الروح ولكن يا محمد النقطة الاهم هي الروح لعبة النادي الآلي سواء اللعيبة اللي جوه الملعب سواء اللعيبة اللي خارج الملعب الروح اللي بتشوفها ما بين محمد هاني وكريم فؤاد محمود وحيد وعلي معلول هي دي د يكون سر نجاح للنادي الأهلي. أيضا رمي ربيعة مع ياسر إبراهيم مع محمد عبد المينيم. كل اللي أيباء. يعني الهدف هو الانتصار وفرح الجماهير للنادي الأهلي في كل مكان. أكيد. زميلي العزيزة فاروق صلاح. أنا بشكرك شكرا جزين على كل هذه المعلومات والإضاحات من ملعب مختار التتش بجزيرة. يعني خدمة خمس نجوم. ما سبناش حاجة إلا ما سألنا عليها. عشان الجمهوري بيعارف الجديد بالنسبة لفريق النادي الأهلي. وأبرز خبر وأهم خبر محمد الشنا. وإن شاء الله هيكون مع بعثة النادي الأهلي في مباراة الهلال السودان. وإن شاء الله بإذن الله يلحق بنسبة كبيرة في هذه المباراة مع كل الثقة بالتأكيد في كل الحراس وكل اللاعبين. خلاص كنا نتعودنا الأهلي بمن حضر. كل التوفيل الأهلي في أولى مبارياته الإفريقية والدفاع عن اللقب الإفريقي. وإن شاء الله بإذن الله تكون التالتة تبتة رقم قياس جديد من نصيب النادي الأهلي. أخرج إلى فاصل. وبعد الفاصل نرجع مع بعض. ونشوف السوشيال ميديا والترند الأهلي. وأبرز ما كتب وقيل عن النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة. أعلم بحضركم من جديد وفقر الترند الأهلي. ونستعرض مع بعض أبرز ما كتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة بخصوص النادي الأهلي. أول حاجة معي. الحساب الرسمي لي يلا كورة على تويتر. نشروا. العمري فاروق رئيسا لبعثة الأهلي التي ستغادر إلى السودان. ويرافقه حسام غالي عضو مجلس الإدارة. كان معنا زمننا فاروق صلاح من الملعب التيتش وأكد على هذه الأخبار والمعلومات. وحتى الموقع الرسمي نشر منذ قليل رئاسة الأستاذ العمري فاروق لبعثة النادي الأهلي. وكمان هيكون موجود معاك الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة. وهي بأمر متبع في رحلات فريق القرى خلال الفترة القادمة. كما حدث في كأس العالم للأندي. طيب نروح كمان للخبر اللي بعدين. وحساب يلا كورا النهاردة عمل تقرير شامل عن رحلة السودان والاستعداد لمواجهة الهلال السوداني. حساب يلا كورا على تويتر نشر عشرين لاعب في قائمة الأهلي رحلة السودان. أشهد سونارة تحسن موقف محمد الشناوي حارس المرمى من التواجد في قائمة الفريق. والبديل سيكون حمزة علاء. هناك استعلاما لتحصين موقف أيمن أشرف من المشاركة في مباراة الهلال السوداني بعد حصوله على طرد مباشر في مباراة بالمراس. كل هذه التفاصيل يمكن كان معانز منا فروح صلاح. وكانت فيه إجابات واضحة وصريحة بخصوص هذه التساؤلات. فكرة بقى عدد اللي عب على تسافر ده قرار يرجع لبيتسو مسيمانا. وهيتحدد غدا بعد نهاية المران قبل السفر إلى السودان. محمد الشناوي. الحمد للنهاردة نزل في التدريبات الجامعية. وتأكد من خلال تصريح مهم جدا للكابتن سيد عبدالحافز. أنه هيكون موجود مع الأهل إن شاء الله في مباراة الهلال السوداني. وموقف أيمن أشرف تبقى لتصريحات الكابتن سيد ليحة كاس العالم في المدى عشرة. بتأكد أن اللعب اللي بيتم حصوله على طرد مباشر أو تقرير من الحكم بيتم إيقافه في المباراة التالية للفريس. سواء في البطولة أو حتى في البطولة التي تليها. وبالتالي أيمن أشرف مش هيكون موجود في مباراة الهلال وهيروح كان يبقى موجود حمز علاء. وخط الدفاع ياسر إبراهيم محمد هاني كريم فؤاد رامي ربيع محمد عبد المنعم عالم علول محمود وحيد. خط الوسط السلية حمد فتحي أليو ديانج محمد مجدي أفشا. حسيني الشحات طاهر محمد طاهر. لويسمي كيسوني والنجمة المتقلق أحمد عبدالقادر. دي كل الإجابات الخاصة برحلة الأهلي إلى السودان. طيب كورة بلاس ومن خلال حسابها الرسمي على تويتر في تصرحات لرئيس نادي الهلال السوداني. بيقول فيها الأستاذ هشام السباط. ننتظر موافقة الكعف على حضور الجماهير لمباراة الأهلي. نادي الهلال في انتظار موافقة الاتحاد الإفريقي على الحضور الجماهيري في المباراة بعد موافقة الأمن على حضور 15 ألف مشجع. المعلومات المؤكدة في هذا الشأن أن وزارة الصحة أو الإجراءات الطبية الخاصة بحضور الجماهير مع الموافقة الأمنية موجودة مع نادي الهلال. وتم إرسال هذه التفاصيل إلى الاتحاد الإفريقي. رد الاتحاد الإفريقي بحد أقصى سيكون غدا وسيتم عرض كل هذه التفاصيل في الاجتماع الفني يوم الخميس. إذا لم تصل الموافقة الرسمية من الكاف ولم تعرض في الاجتماع الفني قبل المباراة 24 ساعة بالتأكيد كل هذه الإجراءات مش هتكون موجودة. مش هيكون فيه حضور جماهيري. ده تبقى للخطاب اللي أرسله الكاف لكل الأندية المشاركة والاتحادات المعنية في تاريخ 31 أكتوبر الماضي. حد فيها تاريخ محددة أو سبتة وقال ليلة المباراة أو قبل المباراة بـ 24 ساعة. إذا كل هذه التفاصيل محددة وردت بشكل رسمي. كل هذه الإجراءات المنصق الأمنة هينفذها في المباراة. إذا لم أرسل أي رد. فبالتالي كل التفاصيل دي مش هيتم تنظيمها في المباراة. وده إجراء عادي على كل الأندية والاتحادات اللي بتشارك أنديتها في هذه البطولة دوري أبطال إفريقي أو حتى كأس الكونفيدرالية. اليوم السابع النهاردة بيتكلموا على فكرة لبيتس موسيماني أنه هيستعين بالشباب لمواجهة غيابات الأهل محليا وإفريقيا. والكلام في الحساب الرسمي اليوم السابع على تويتر في الإطار تلت لعيبة. زياد طارق محمد مغربي محمد أشرف أي غيابات هتحصل في القيمة الإفريقية الفترة القادمة. سواء إفريقيا أو حتى محليا هيتم الاستعانة بها أولئي اللاعبين السلاسة الموجودين في قطاع الناشين عشان يسدوا الصغارات أو يسدوا أي نقص عددي في صفوف الفريق خلال الفترة اللي جاي. طيب نروح كمان لحساب في الجول وخبر بيتعلق بجاستون ناسرينو اللاعب الأوركوياني اللي بيلعب فيه مامولدي سانداونز ومدارب سانداونز منجوبة منجيتي الموديل الفني أعلن غياب سرينو عن مواجهة الأهل لو تابعنا كلنا مباراة سانداونز أمام الهلال السوداني اللي تلعبت فيه جنوب إفريقيا في الجولة الأولى سرينو تعرض لكسر في الأنف وعجرع عملية جراحية ومن خلال التقارير الطبية المدير الفني منجوبة أعلن أن اللاعب مش هيكون متاح حتى في الجولة القادمة أمام المريخ ولا في مباراة الأهل يوم ستة وعشرين فبراير وبالتالي سرينو مش هيكون مع سانداونز في الرحلة للفريق بالتأكيد خلاص هيوصل بكرة إن شاء الله عشان عنده مباراتين في القاهرة. هيلعب المريخ يوم السبت على ملعب الأهل والسلام ثم يواجه الأهل في الجولة التالتة يوم ستة وعشرين فبراير في نهاية هذا الشهر نروح كمال لخبر تاني في بوابة الأهرام وهو متعلق بنحمد عبد المنعم كلكم عارفين بقى إيه فكرة لعب تقلق وعمل بطولة إفريقية على أعلى مستوى تبدأ بقى إيه العنوين عرض من الميلا عرض من أتالنطا مش بقيد ممكن تلاقي مثلا عرض من ريال مديدو باريس سان جرمان على مدار السنين بشوف التفاصيل دي على لعبة كتير قوي والفكرة بحد ذاتها أي نادي في أوروبا لما بيبقى عايز يضم لعب بيتابعوا على فترات طويلة بس المشكلة أن التفاصيل دي بعض إيه مصر بيحبوا ينشروا الأخبار دي في السوشيال ميديا أو المواقع عشان إيه اسم الوكيل يتكتب يعمل حالة بروباجندا بالنسبة لللاعب أنا أتمنى محمد عبد المنعم يركز في المرحلة اللي جاية مع الأهلي عنده تصفيات إفريقيا المؤهلة الكاس العالم مع منتخب مصر أمام السنغال المراحل دي هتدي محمد عبد المنعم قيمة أكتر وخبرات أعلى عشان لما يوصل عرض بجد أو عرض رسمي يبدأ ياخد مشواره الاحترافي زي ما حصل مع محمد صلاح نجم نادي الفربول في هذه الفترة لكن فكرة أن محمد عبد المنعم عنده عرض من ميلا وأطلانطا أو أطلانطا الإيطاني الحساب الرسمي للأهرام النهاردة بيقول أن النادي الأهلي نفى نفيا قاطعا أنه لم يتلقى أي عرض رسمية لضم اللاعب خلال الفترة اللي جاية وبالتالي كل التركيز الفترة الجاية أن النادي عنده مباراة رسمية مع الأهلي في دورة أمطال إفريقيا وإن شاء الله هيكون أحد الدعام الأساسية لمنتخبنا الوطني في مبارتي السنغال أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض لسه عندنا تفاصيل ونروح للترند المحلي وشوية معلومات وأخبار خاصة بمنتخبنا الوطني في المرحلة القادمة أهلا بحضركم من جديد وفقرة الترند المحلي عندنا موضوعات مهمة جدا في هذه الفقرة رحب نتكلم على مستقبل ومشوار منتخبنا الوطني في الفترة اللي جاية نشوف الترند المحلي وأول حاجة معايا سبورت 360 مصرية من خلال حسابها الرسمي على تويتر واللي بيقول فيفا يحدد موعد مبارتي مصر والسنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 20-22 25 مارس مباراة الزهاب 9 مساء 28 مارس 9 مساء لقاء الإياب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني أنا مبارح أول ما شفت الموعيد دي انتشرت في كل المواقع حتى موقع الفيفا نشرها على الأكاونت الرسمي والحساب الرسمي والويب سايت استغربت لأن أولا بخلاف مباراة منتخب مصر كان مكتوب مثلا أن تونس هتلعن مع مالي 26 و28 طب هو طبيعي تلعب الزهاب 26 والعودة 28 وبينهم يوم واحد فاصل استغربت قلت أكيد المواعيد دي مبدئية بتتحط في الأجندة الدولية في الفترة من 21 ل29 مارس النهاردة زي ما توقعت مبارح الموقع الرسمي للفيفا من خلال حسابه ومن خلال كل التفاصيل المكتوبة على الويب سايت الخصم الاتحاد الدولي تم مسح كل المواعيد اللي زكرت بيه الأمس قدامكم على الشاشة هو تم مسح كل المواعيد وإلغاء كل المواعيد اللي اتكذبت مبارح وبالتالي مباراة مصر والسنغال لا 25 ولا 28 ولا 24 الأجندة الدولية في هذه الفترة من 21 ل29 التوقيت الرسمي اللي هيتحدد فيه مبارتي مصر والسنغال الزهاب في القاهرة والعودة في دكار مش هيتحدد إلا خلال إسبوع 10 تيام أو بحد أقصى أول مارس عشان تقدر المنتخبات تستعد للسفر والإجراءات وكمان يتم تعيين الأطقم التحكمية لهذه المباراة في ظل إن المباراة دي هتتلاعب بوجود تقنية الفيديو الفار فبالتالي كل المواعيد اللي تم ذكرها إمبارح والنهاردة غير صحيحة والفيفا زي ما نشرناه من خلال الصورة اللي عرضناها على الشاشة تم مسح المواعيد من خلال ويب سايت الرسمي للإتحاد الدولي فيفا وبالتالي كمان مصر لا طلب التعديل ولا المواعيد دي رسمية وحتى حساب إتحاد الكورة نفسه مسح المواعيد بعد الفيفا ما نشرها وأصمحت المواعيد دي لسه كلها مبدئية وما فيش حاجة رسمية طيب نروح لحساب الجول وابتدت بقى ردود الأفعال على المواعيد اللي اتكتبت انبارح وطلعت مواعيد غلط واتمسحت النهاردة بس الناس تفعلت بسرعة مع المواعيد حساب الجول يمكن على تويتر نشر تصرحات لمصدر في الجهاز الفني المنتخب مصر قال فيها نفكر في التقدم بطلب لفيفا من أجل تعديل موعد مبارتية مصر والسينيغال بسبب ديق الوقت بين المبارتين سيتم التنصيق مع التحاد الكورة برئاسة الأستاذ جمال علام طبعا مفيش طلب يتقدم للفيفا لأنه أصلا المواعيد نفسها مش رسمية فطالما الفيفا مسح وألغى المواعيد من خلال الويبسايت الرسمي للاتحاد الدولي فبالتالي لسه مفيش قرار نهائي فبالتالي أي طلب هتقدمه أصلا مش هيكون ليه معنا لكن البعض حاول يعمل متابعة على المواعيد وأنا زي ما توقعت المواعيد كلها مبدئية ومش هيتم الاستقرار عليها دلوقتي نروح لحساب في الجول مصدر من الكاف بيقول بالتأكيد الاتحادات تعلم مواعيد الدور الحاسم من التصفيات منذ أيام ومنذ ذلك الحين تحفظت بعض المنتخبات على المواعيد وذلك بسبب الفرق في الأيام وهو ثلاث أيام مقابل عدد ساعات السفر بين الدول طبعا التأكيد النهائي ده لسه هيكون خلال أسبوع في الفترة اللي جاية وهيتحدثوا مع الفيفا عشان فرصة في النظر في تعديل المواعيد وأنا قلت المواعيد دي مش رسمية بدليل لو الناس ركزت وخارت بالها من مباراة تونس ومالي كان محطوط 26 لقاء الزهاب في باماكو عاصمة مالي ولقاء العودة 28 في رادس معقولة يوم فاصل ما بين مباراتين استحالة طبعا يكون معاد رسمي نروح لحساب كورا بلس وبدأت المتابعة على لقاء الزهاب ما بين مصر والسينغال حساب كورا بلس بيقولوا من خلال حسابهم على تويتر في تصرحات للسيادة اللواء علي درويش المدير التنفيذي للهيئة العامة لستاد القاهرة الدولة اللي هيستضيف المباراة بيقول فيها استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستضافة مباراة مصر والسينغال إن شاء الله الاستاد يكون في أبهى صورة كما هي العادة وإذا كان الحضور خمسين ألف أو ستين ألف إن شاء الله يعني بإذن الله جمهور مصر هيكون في الموعد ويصنع الفارق في هذه المباراة لأنها مباراة صعبة جدا 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 والحسم مش هيتحدد من لقاء القاهرة المبارتين سواء في القاهرة أو في دقار عاصمة السينغال ومن حصنا حظنا إن في ملعب جديد هيتم افتتاحه في السينغال خلال أسبوع يوم 22 فبراير ملعب أرضيتو على أعلى مستوى وإن شاء الله هتبقى فرصة لمنتخبنا ولعبتنا المحترفة تقدر تعمل مباراة كبيرة وطبع لعبت السينغال أكيد هتبقى ملعب بالنسبة لها مميز جدا عكس الملعب الأساسي اللي كانت بتلب عليه مبارايتها فإن شاء الله يا رب كل التوفير لمنتخبنا سواء في استاد القاهرة أو استاد دا ديومينتي في مدينة دقار عاصمة السينغال المصري الرياضي بيتكلمه على اجتماع اتحاد الكورة وحساب المصري الرياضي بيقول إن مجلس إدارة اتحاد الكورة بيئاسة جمال علام إلى يوم السلساء يعقد أولى اجتماعاته بحضور كل الأعضاء بعد تعزر عقد أي اجتماع لمجلس الجبلية منذ نجاحه وده اللي قلته حتى في فقرة الإنترو إن منذ نجاح المجلس في أوائل شهر يناير ما كانش فيه مساحة وقت إنه يعملوا اجتماعات عشان يشوفوا مرحلة الجاية في ظل إن المنتخب وقتها كان موجود في الكاميرون فكان كل الأعضاء بالتأكيد لازم يكونوا موجودين مع الجهاز الفني دعم ومسندة ومؤذرة وتلبية كل طلبات الجهاز الفني بقيادة كارلوس ساكيروش يمكن حتى هذه اللحظة الاجتماع ما زال جاري ولم ينتهي وجدوا الأعمال مليء بالبنود والتفاصيل زي ما قلت مناشط الاجتماع الفني لكارلوس ساكيروش وده هيكون من اختصاص بقى شغل المنتخبات كابتن حازم إمام وكابتن محمد بركات ملف لجنة الحكام وأتمنى والكل بيتوقع أن يكون في تعديل في الفترة اللي جاية بالنسبة للجنة الحكام يتم تغيير وهيكلة اللجنة في شكل عام عايزين وجوه جديدة في الفترة الجاية تقدر تدير هذا الملف عشان تبقى ماشى بنفس النجاح مع نجاحات ربطة الأندية اللي بتدير الدوري بشكل رائع جدا والكل أكيد سعيد بإدارة الربطة لمباريات الدوري في الفترة السابقة كمان في ملف خاص بالنحية التسوقية والنحية المالية في ملف خاص بالكورة النسائية وفي ملف خاص أيضا كمان بيئة التصويق وكمان عقود المنتخبات في الفترة اللي جاية وملف كأس مصر الذي لم ينتهي منذ الموسم الماضي ملفات شائكة البعض بعض هذه الملفات مسؤولة عنها اللجنة السلسية مسؤولية كاملة لأنها ما انتهتش منها وصدرتها للمجلس الجديد لكن كلنا ثقاً المجلس الجديد يقدر يحل جزء من هذه المشاكل وأبرزها بالتأكيد ملف لجنة الحكام وملف كأس مصر اللي لسه معلق من الموسم الماضي وسمعت كده أن البعض عايز يقول إن المسابقة تكمل بدون الدوليين طبعاً كلام مش منطق خالص ولسه عندك كأس مصر الحال اللي بدأ فهنشوف الفترة الجاية وخلال الساعات الجاية إيه القرارات اللي هتظهر بالنسبة لي المرحلة اللي جاية آخر حاجة معايا حساب يلا كورا حساب يلا كورا بيتكلم على فكرة بقى المنتخبات وده اللي كنت بقوله من شوية مصدر ليلا كورا على تويتر بيقوله إن حازم إمام ومحمد براكات يضعان في تقريرهما الفني قبل اجتماع اتحاد الكورا ضرورة الاستعانة بجهود أحمد سامي أو علي ماهر في أحد المنتخبات الوطنية زي ما قلت جزئية المنتخبات دي تحديداً هتكون من اختصاص حازم إمام ومحمد براكات وهم عندهم رؤية إن الفترة اللي جاية المنتخبات اللي بيتم تشكيلها أو اللي تم تشكيلها في الفترة السابقة ممكن يتم إجراء تعديل على شكل الأجهزة الفنية من أبرز الأسامي اللي هما بيفكروا ممكن يستعينوا بيها علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر وأحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة إيه الاختيار اللي هيتم محدش لسه عنده تفاصيل بس المؤكد بالنسبة لي وانا بتكلم في الجزئية دي تحديداً فكرة إن يتم طرح الأسامي دي للمنتخب الأول غير وارد لأن الأمر ده تحديداً مش هيكون من اختصاص مجلس إدارة اتحاد الكورة أو حازم إمام محمد برقات له هو اختصاص أصيل ورؤية يعني للمدير الفني البرتغالي كارلوس ساكيرش تقريره الفني هو اللي هيكون فاصل في مسألة تغيير حد في الجهاز المعاون أو الاستعانة بحد من بره أو الاستقرار على نفس التشكيل قبل مباراة السنغال ده مهم جداً لأن المدير الفني كارلوس ساكيرش هو صاحب الرؤية الأولى والأخيرة في الجهاز المعاون فالأسامي التي تم طرحها ممكن يكون الغرض منها الاستفادة بيها في المنتخبات الأخرى عندك منتخب أولمبي حالياً بيقوده الكابتن شاو جريب فيه منتخب للشباب بيقوده الكابتن محمود دا جابر وفيه منتخب ناشئين وفيه بالتأكيد أجهزة معاونة لكل هذه المنتخبات جزئية تانية أنا سمعتها برضو خلال الساعات الأخيرة بيقوله أولماء يناقشوا كمان فكرة مش الجهاز الفني أو الجهاز المعاون اللي ممكن كارلوس كيريش يتكلم عليه فيه تقرير الفن اللي أنا أعرفه من خلال البيان اللي هزدروا اتحاد القرى النهاردة أول ما الاجتماع يخلص لأ فيه كلام كمان بيتردد بخصوص الجهاز الإداري وأعتقد الفترة الحالية يمكن فيه استقرار على يعني الأداء الرائع للكابتن واي الجمعة صخرة القرى المصرية وأداءه المميز كناحية إدارية مع منتخبنا الوطن في الفترة السابقة وبالتأكيد مستمر في هذا الإطار خلال الفترة اللي جاية خاصة في ظل ديق الوقت قبل مباراة السنغال مش معقولة أن أجري تعديل على أي جهاز إداري قبل مباراة فصلة زي مباراة السنغال قبلها بشهر كل التوفيل الممتخبنا وكل التوفيل الاتحاد القرى في اتخاذ أهم القرارات اللي هنبنى عليها موسم كامل خلال الفترة اللي جاية بعد سلسلة من تضارب الاختصاصات بسبب اللجنة السلسية السابقة أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وآخر فقرة معنا في برنامج الترنت أهلا بحضرتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترنت وبالتأكيد الجزء ده يكون مخصص بقى لاستعراض ده كل أراء السادة المشاهدين بالسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة من تتوقع انضمامه من لعاب الأهلي الدوليين خلال الفترة اللي جاية بالنسبة لمنتخبنا الوطني هو بيستعد لمباراتي الجولة الفاصلة والحاسمة مع منتخب السنغال المباراة المؤهلة إن شاء الله لكاس العالم في الدوحة عشرين اتنين وعشرين نسترد مع بعض كده أراء الجمهور محمد إبراهيم بيقول أتمنى أحمد عبدالقادر وياسر إبراهيم بالإضافة بقى الأيمن أشرف ومحمد شريف والسلية وحمد فتحي والشناوي ومحمد هاني يعني هو بيتكلم ان في معانا كده كده ستة ينضم لهم كمان أحمد عبدالقادر وياسر إبراهيم طيب نروح كمان لرأي آخر دكتور بلال بيقول الشناوي عبدالمنعم ياسر إبراهيم السلية حمدي أحمد عبدالقادر محمد شريف وممكن أيمن أشرف برضو نفس وجهة النظر نفس المجموعة اللي موجودة وعايز ضيف عليهم ياسر إبراهيم وأحمد عبدالقادر أمل بتقول أحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم والشناوي وحمد فتحي والسلية هي أمل بتقلل العدد المفروض تزود بقى يعني انت قلت الشناوي وحمد فتحي والسلية وعبدالمنعم دول أساسيين أحمد عبدالقادر كمان معهم واضح إن فيه إجماع على فكرة أحمد عبدالقادر بس هيبقى شارة أيمن أشرف يعني تمنى يكون فيه عدد أكبر يا رب إن شاء الله بالنسبة للفترة جاية كلها وجهات نظر أحمد فامي بيقول محمد هاني وده رأي جديد اسم ما كانش مطروح فيه الأراء السابقة محمد هاني لأن المنتخب محتاج زهير أيمن على وجه السرعة بعد إصابة أكرم توفيق على فكرة وجهة نظر منطقية لأن كمان عمر كمال عبدالواحد مش مركزه بنسبة كبيرة كزهير أيمن في الفترات السابقة وكان فرصة أنه يدعم هذا المركز بعد إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليب لكن محمد هاني من خلال مشاركته الرائعة في كاس العالم للأندية وانت هنا تتكلم على ليفل ومستوى عالي جدا بالنسبة للمباريات الدولية فالتقلق مع الأهلي أمام بطل كونكاكاف منتري وأمام بالمراس بطل كوبا لبرتادوريس والظهور بشكل رائع أمام الهلال السعودي بطل أسيا فانت بالتالي بالمستوى ده تكون جدير لشغل هذا المركز مع المنتخب في مبارتي السنغال فظل طبعا ما فيش أكرم توفيق فبالتالي يكون بديل حتى كمان مع عمر كمال عبدالواحد طيب آخر رأي معايا ياسر بيقول محمد هاني وأحمد عبدالقادر السلية حمدي شريف ياسر إبراهيم أفشا يبقى بيتكلم في إطار محمد هاني أحمد عبدالقادر وممكن كمان محمد مجد أفشا يرجع في الفترة اللي جاية عايز أقول لكم كاس العامل لأن ده كانت فرصة رائعة لأي لاعب عشان يفرد اسمه في الفترة الجاية مع منتخبنا الوطني في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن اللي أنا ألتقي على خير في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء